للجميع والفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي شكراً للدعوة الكريمة لمنتدى شباب العالم مجموعة البنج الدولية ملتزمة بخلق واستدامة المساحات لتبادل الأفكار مع الشباب خاصة في الموضوعات الملحة التي تواجه الجيل الجديد لدينا قدر هائل من التحديات في المجتمعات أنتم كشباب تلعبون دوراً هاماً في القضاء على الفقر والتعزيز المساوى بين الجنسين وقيادة التنمية جائحة الكوفيد أدت إلى تعطل غير مسبوق في حياتنا وفي أعمالنا هذه الأزمة لم تختص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط والتي تحظى بالقدر الأكبر من الشباب بين كافة أرجاء العالم إلا أن الرجاء والنساء تأثروا بشكل كبير فيما يتعلق بفرص العمل والمشاركة في سوق العمل وأيضاً الشمول الاجتماعية كما أثرت بشكل سلبية على القدرة على إيصال البرامج التعليمية قدرنا في تقاريرنا التي أصدرت في شهر ديسمبر مع اليونسكو واليونسيف أن هذا الجيل من الطلبة في كافة أنحاء العالم يخاطر أو يغامر بخسارة 70 تريليون دولار من إجمال نتج المحلي العالمي كنتيجة لإغلاق المدارس بفعل جائحة الكوفيد العائق الأكبر أمام الشباب للحصول على فرص تنمية الاقتصادية في المنطقة هي عدم قدرة الاقتصاد على استيعاب قوة العمل من الشباب وتوفير فرص عمل أفضل لهم بناء على الأنماط الديمغرافية 300 مليون شخص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيطلبون فرص عمل بحلول عام 2050 ويجب علينا أن نمكن سوق العمل من أن يوفر لهم فرص مستدامة وأفضل وأيضا يجب أن نقلل من العوائق الاجتماعية والاقتصادية وأن نعزز من البيئة التشريعية للعمل يجب أيضا أن نستفيد من التكنولوجيا الرقمية التي تمكن رواد الأعمال الشباب من أن يكونوا منتجين وأن نعزز من الشمولية الاجتماعية وأن نعزز الشباب على الصمود في البيئات الهشة وأن نوفر الخدمات وكلها أمور في غاية الأهمية لبناء الصمود والقدرة على التعافي الاقتصاد الأخضر من شأنها أن يوفر المزيد من فرص العمل للشباب نحن ملتزمون في خطة العمل الخاصة بتغير المناخية أن يكون لنا دورة هائل في شمولية المناخ مع العمل وأن يكون ذلك من خلال مشروعات ذات أولوية منطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا لها أن تستفيد الاستفادة الأكبر كونها المنطقة الأكثر ندرة في كافة أرجاء العالم وذلك من خلال بناء القدرة على الصمود للصدمات وأن يكون هناك فرص أكبر للشباب كي تظل هذه المنطقة ذات الصدارة في المنافسة الأجيال الشابة لديها مسؤولية للمشاركة بشكل مبناء في عملية صنع القرار التي تمسهم أنا وزملائي في مجموعة البنك الدولي نتطلع للانخراط في مناقشات معكم بهذا الصدد شكرا لك